هاي افريون واشراكم هابي يوال doing good انشاء الله كامل تكونوا بخير انتم ما تشاهدوا في هادلا فيديو الوغ الفيديو تاع اليوم راح يكون على the first pilgrims who came to America which is another lecture راح نهضرو فيها على the first pilgrims who came to America so before i start لروم جد معنا نقول لهم ما تنسوش خليلي like or follow وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وليما زيد من الاستفسارات ما تنسوش خليولي في الكومنتار او تابعوني على صفحتي على الانستغرام و let's start هيا نبدأوا في اللكتور so guys as we all know the British colonists came to America for many reasons يعني المستعمري البريطانيين راحوا الامريكا لعدة اسباب مثلا to explore باش يكتشفوا البلاد to make money باش يديروا دراهم باش يوليوا اغنياء or to expand British territories ولا عو تاني باش يوسعوا الاراضي البريطانية هذه بالنسبة للكولونست يعني على عكس البيلغرامز and puritans who came to practice religious freedom يعني هنا يا وش نعنيه بالبيلغرامز and puritans الكلمة تعبيلغرامز تعني the one who travel a lot for religious reasons يعني بالعربية تعنا هما الحجاج الحجاج هما يعني هو البيلغرام هو الشخص اللي يسافر لأسباب دينية يعني هنا يا بيلغرامز and puritans came to practice religious freedom يعني هنا يا راحوا الامريكا باش يمارسوا الدين تاحهم بحرية يعني علاش مشاول امريكا باش يمارسوا الدين تاحهم وهما كانوا في بريطانيا رايحين نعرف الأسباب يعني كل شخص عايش بريطانيا يجب عليه يتابع هاد الكنيسة ويتابع الأوامر التاحة ويتابع الدين اللي هي تبع وهنا يا هذه the church of england في هذا الوقت كانت تسيطر على england كامل يعني ما كانتش تحكم فقط في الديانة نتاع england ولكن كان عندها تأثير كبير كانت يعني كان عندها دور كبير حتى في politics حتى في يعني في الأمور نتاع government and also so هنا a group of people who called the separatists يعني الانفصاليين wanted to separate from the church يعني هادوك الجروب يعني جماعة من الناس بغوا ينفاصلوا على هادوك ال church على الكنيسة ما بغوش يعني يتابعوا الأوامر التاحة so they decided to leave england يعني وقرروا باش يخرجوا من england بس كأي واحد عايش في england لازم عليه التابع القوانين انتاع the church of england so they decide to leave england under the leadership william bradford to practice their religion freely so هنا كان القائد تحهم william bradford كما ركو تشوف في الصورة أعلى هذا هو william bradford كان هو القائد انتاع هادو separatists so they leave england باش يمرسوا يعني الديانة هاهم بحرية after that in september 1620 يعني في september 1920 they set sail on mayflower towards virginia america so قال لك في september 1920 سافروا في mayflower mayflower هي اسم السفينة اللي راحوا بها للvirginia الى america هادي virginia هي بلاصة في امريكا so هنا ما راحوش حتى دول permission من عند virginia company اللي جاية في england يعني دول permission عندها وباش تخليهم يعني يديروا colony تاحهم يعني يديروا مستعمرة تاحهم خاصة بهم في virginia اللي كانت يعني هدي virginia كانت تحكم ها england واللي ما تفرج للدرس السابق لانه درنا عليها في الدرس اللي قبل اللي ما تفرجاش راح أخلي لكم رابط اسفل في description box يروح ويتفرج ويجي يكمل هنا الدرس الثاني so during their journey يعني خلال الفترة اللي كانوا يسافروا فيها في البحر they had a difficult journey across the Atlantic Ocean and a storm blew them of course قال لك هنا يواجهوا رحلة صعبة جدا في البحر في Atlantic Ocean والرياح يعني قال لك بعدتهم عن المصار اللي كانوا يتمشوا فيه so instead of landing in Virginia they landed in Cape Cod يعني قال لك بدل ما ينزلوا في Virginia اللي كانوا الدول permission باش يديروا القولوني تاحهم في Virginia they landed in Cape Cod يعني مشاو ونزلوا في Cape Cod بس كل الرياح بدلتهم المصار تاحهم ورقوا رحهم في Cape Cod so after that they settled there and name it بليموث يعني كي نزلوا تما في Cape Cod قعدوا تما وبناول المستعمرات تاحهم تما وبدل ما يسميوها Cape Cod عطاوها اسم بليموث 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 1620 بليموث 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 يعني قالك واخيرا في 1827 في نوفمبر بليموث يعني بدو يبنيوا المستعمر تاحهم في بليموث يعني it was very difficult to find food and shelter in the middle of winter يعني قالك كان صعب جدا باش يلقاه والأكل والملجأ يعني والمنازل وقاع في وسط الشتاء في نوفمبر ومع حلول الربيع عام الجديد نصف هدوك البليموث اللي راحوا لليموث اللي هي الكيب كود ماتوا بسبب الجوع والشلتر اللي ما كان شو قاع زوج السكان الأصليين الأمريكيين اللي هما ساموس و سكوانتو كما راكوا تشوفوا فيهم في الصورة أعلى ساموس و سكوانتو يعني بدأوا يعلموا هدوك البلغرمز كيفاش يعني يغرسوا الدورة and many other different crops يعني كانوا يعلموهم كيفاش يزرعوا الدورة كيفاش يزرعوا كامل الحقوب يعني الزراعة on general and how to trap animals علموهم يعني كيفاش يربيوا الحيوانات كيفاش يتعاملوا معاهم and how to build their colony سو هنا يا هادو ساموس ساعدوهم باش يبنيوا الكولوني تاحهم يعني كانوا بمثابة المنقد ساموس ساعدو كانوا بمثابة المنقد للبيلغرمز سو بفضل the two native american indians يعني بفضل هادوك ال native سكان الأصليين هادوك ساموس ساعدو the colony was saved يعني المستعمرة وأخيرا نجحت وأصبحت محمية الآن and they celebrated the first thanksgiven يعني بدوا يحتافلوا بالfirst thanksgiven which became an annual religious feast سو هادا thanksgiven أصبح يعني عيد ديني يحتافلوا به كل سنة وكيج يعني الوقت نتع هاد thanksgiven كل عائلة تحضر مائدها هكا مخصصة ليحتافلوا بيها لthanksgiven يعني طيبوا فيها كأشهل المأكولات so guys that was for today's video thank you so much for watching i hope that you learned something and i hope that you enjoy it ان شاء الله يكون لإعجابكم الدرس على اليوم وتكونوا فهمته غاية don't forget to follow me وما تنسوش تدروا لي like و share و subscribe وتبارتجيوا الفيديو مع أصحابكم باش تعمل الفائدة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس اللي راهم مجدد معنا وإذا كان عندكم أي استفسار ما تنسوش خليوا لي في الكومنتر وغد بي